أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صناتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرمون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافلون إلا على أسواتهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى ضراء ذلك فأولئك هم العابون والذين هم لأمانا بهم وعهدهم يراعون والذين هم على صلواتهم يحافلون أولئك هم المالثون الذين يرسون الفردوسهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نتفة في قرار مكين ثم خلقنا النتفة على قدم فخلقنا العلقة منغدا فخلقنا المنغة عظاما فخلقنا المنغة عظاما فكسمنا العظام الأحما ثم أنشخناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لم يدون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقهم سبعة رائق وما كنا على الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقابلون فأنشخنا لكم به جناب من نظير وأعناب لكم فيها فواجه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبد بالدهن وصمغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بدونها ولكن فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلق تحملون ولقد أرسلنا لوحا إلى قومه فقال فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غير أفلا تتقون فقال الملؤ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفول عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكا ما صمعنا بهذا في آبائنا الأولين إنه إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلق بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلق فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطب لي في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويد أنز ومن معك عن الفلق فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأد خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من معنهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أنعمل الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملؤ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء آخرت ما جرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولي أقعدم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاصلون أيعدكم أنكم إذا ميتم فكنتم درابا وعظاما أنكم مخرجون هي هذا هي هذا لما توعدون إن هي إلا حياةنا الدنيا لمود ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليسبحننا بمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا لقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسمق من أمد أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا ذكران كلما جاء أمد رسولها كذبون كذبوه فأذبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاذيب فبعدا للقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمنوا لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهنجين ولقد آبينا موسى الجذاب لعلهم يهزنون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل قلوا من الطيبان وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمدا واحدا وأنا ربكم فاتقون فذا قطعوا أمرهم بينهم زمران كل حزم بما لديهم فرحون فغرهم في عمرتهم حتى حين أيحسمون أن ما نبذهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعون إن الذين هم بذخش يد ربهم مشرقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشرقون والذين يدون ماذا وقلوبهم وجلد أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيران وهم لها سابقون ولا نقلف نفسا إلا مسعها ولدينا أجذاب إن ينطقوا بالحق وهم لا يذنمون بل قلوبهم في غمرتهم من هذا ولهم أعمال ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مطرفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأرون يوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي ذتنا عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا فهجرون أفلم يدبروا القول أم جاهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنا بل جاءهم بالحق ما أكثرهم للحق كارهون ولذي اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتي لهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فقراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ظر للجوا في ثغيانهم يعممون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استقالوا لربهم وما يتغرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا لا عذاب لا عذاب شديد إذا هم فيه مبنسون